بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً عليكم ورحمة الله حركة هذه حركة واحد بيسوي شي اليوم أبقى ازوي شي خطير اليوم حلقة جديدة من حلقات ويش من جديد تمام ويش من جديد كالعاد نتكلم عن بعض الأخبار الخاصة بي البرمجيات الحرة تمام وإذا كان عندي ما إن شاء الله أضبطها أجبيس تمام إذا كان عندي شي جديد ممكن تكلم عنه بسطح المكتب أو برامج أو استخدامات جديدة أو 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 إلى أخرى لكن اليوم يبدو أني تركيزي الكبير هو DRM يلا خليكم يعني شوفوا شو DRM تمام تكلم تابقاً عن DRM بتويتر نتابع تويتر وكتشفت أنه في بعض الشباب موضوع DRM غامض عنه شوي عادي جداً تمام وغامض عن أغلبية الناس حتى عن التقنيين نفسهم ويعني ناس كثيرة غايب عنه موضوع DRM خاشوفوا شو DRM DRM مصطلع بسيط جداً خايس جداً خايس معناته ويسخ معناته قليل أدب حاجات جديدة هذا معناته خايس أوكي DRM اختصار لديجيتال رايت مانجمنت تمام هذا التعريف المنطقي حقهم ولكن التعريف حق فانديشن 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 تمام اختصار حقهم هو ديجيتال ريستريكشن مانجمنت الفرق بين الاثنين انه الاول ديجيتال رايت مانجمنت هو إدارة الحقوق الرقمية والثاني هو تقييد ديجيتال استريكشن مانجمنت شمعت الخير تصدقونة انا هالجملة ذي وصلت اكثر من ترجمة ديجيتال ريستريكشن مانجمنت يعني يجب أن تكون تقييد تقييد ادارة الرقميات المدارة المقيدة سلفة طويلة ما علينا علمونا فيه تقييد الديار ريم عبارة عن تقلية تمام راح تمنع المستخدم من انه يتحكم بملفات الوساط زي الصور الكتب الافلام الموسيقى ما ادري اللي فيه حاجات ثالثة طبعا الفلاس اللي خالف من زمان ومقفل عليه طيب فالديار ريم هذا بيكون موجود كثير خاصة به بعد يعني كما تقول انه تم اعلان انه راح يكون موجود بالمتصفعات اوكي فبيكون موجود بكثرة مؤخرا بالانترنت السبب ان الناس ما تحب هذا او السبب ان الناس اللي ما تحب هذا بات به ببساطة لانه بيقيد حريتك بحاجات كثيرة اذكرك بمثال بسيط جدا تذكر ايام زمان ايام الطيبين ايام الفلاشات طبعا راح تكون ايام الطيبين يمزات موجودة الفلاش هذا ممكن يلغي بعد فترة لانه فيه كتب كثيرة ممكن تخضع سياسة الديار ايم والديار ايم سياسة تعتبر سياسة تقييد بحيث انه اذا كان كتاب الكتروني تقرأه عن طريق المتصفع او تقرأه عن طريق الجهاز الالكتروني الفلاني تعطي فلان تسوي لما ما فيه زيان ما ما تعطي ما فيه اوكي ملفات الموسيقى وملفات الفيديو وغيره نفس الطريقة حتى لو انك اشتريت وانك اشتريت الفيلم المعينة وانك اشتريت الموسيقى المعينة ما لك حق انك تأخذه من المكانة تخيل اعطيك ميثال تخيل بسم الله علينا تخيل مثلا انك شريت سيارة ثم قال ليك رأي معرض السيارة تشيف سيارة لا تستفيد منها لا تستطيع تعطيها شخص يستفيد منها تقريبا الفكرة مقاربة لديار ام ديار ام ديار ام يقيد حريتك بالموضوع التعريف الطويل جدا لديار ام تلقاه موقع ديار ام دوت اينفو الخاص بالديار ام او اس اف اس الاوروبية المشكلة الثانية انه حتى لو حصلنا لنفترض طبعا نحن عندنا طرق ملتوية نحصل على بعض المحتوى الموجود اذا كنت اخذت هذا المحتوى عن طريقة ديار ام وكنت عايشة بأوروبا مثلا انت تعتبر مجرم مجرم ايوه هذي هذي كنت بيت اطلع انت تعتبر مجرم ليش لانك انتهاكت الحقوق الرقمية هذو ايش الحقوق الرقمية ديش قلونا ابي انا اشتريته طيب حقي خبيت ام السالفة طيب الموضوع الثاني هو الديار ام والاجهزة طبعا الديار ام اعتقد انه موجود باجهزة كثيرة من ضمنها اجزة كيندل ترى انا قاعد افتي هنا ماذا الجهاز الكندل او اساسا فيه ديار ام ولا لا ولكن جهاز الكندل بشكل عام فكرة وفكرة تقييد تمام للاسف عندي ترى جهاز كيندل تمام لاني ما لقيت تقريبا واحد اقرابه كتب تقريبا من نفس الحاجات المواصفات هذه ولكن عندي بعض الحاجات اللي ارفويت ادريت معا بالكندل كثير اشتريته خير حقي سوي لي نبي طيب فالكندل مثلا لان الامازون لها الحقيقة تدخل على جهاز كيندل هذي كنتمتصب الانترنترنت وتتفرج على الكتب اللي عندك وتحذف وتشتغل وتسوي اللي يتابه لماذا؟ لانه عبارة عن جهاز موبلك تمام؟ الاثبات البسيط على هذا ممكن ترجع الموقع وحطوا سالفة بسيطة وصغيرة جدا وهو دبل فترة حذفوا كتب كثيرة من اجهزات المستخدمين على شان سالفة خايصة كما قال في الكتاب هذا مبيوع عن طريق الخطأ وانه فظنه ما ينباع الى اخرى خلاص انا اشتريت الكتاب انا اعجبني شرعته دفعت فلوس يخريب بيتك نرجع الموضوع السيارة ترشي السيارة يدقى لك على المارضة يقول لك جيب السيارة بعناها عليك احنا مودة نبيعها تخيل خلاص السيارة اعجبتك ومسجل ومكيف ودنيا وطل عيدك مع القزاز وشغل فاجئة يقول لك لا رجع نفس موضوع ترى يعني لا تبعدون بالسالفة ترى الموضوع نفسه بالضبط شي لك شي مال كونت القضية لازعجت المستخدمين فعليا وخلنا نتكلم عن النقطة الخاصة بالاستخدام ايام طيبين كنا نقدر نحمل ملفات ندمجها مع بعض ونشتغلون وننتج فيديو تمام بتروح ايستغلة اذا كان غير مسموح لك بالاستخدام طبعا يمكن يبقى بعض المواقع الجيدة تمام تتركنا الموضوع الشغل الثاني ازعجت الناس في موضوع الموزلة اتمنى اني ما ازود اكثر من دقيقتين الموزلة فارفوكس دعم الDRM الناس انزعجت ليش موزلة تدعم الDRM ليش وليش وليش يعني يجب تقول لي شوي متحيز مع موزلة لان وجهة نظرهم بسيطة كالتالي موزلة تعرف انه في مستخدمين ما يعرفون شودة يرأي ام اصلا فيقول لك بدماني احرم احرم المستخدم من انه طبعا موزلة عارفين ناس كثير عنده ولاء الموضوع فارفوكس ولاء الاقل والاكثر هذا مستخدم يستخدم ويندوز ولا يعرفوا شي برمجيات حرة بس فارفوكس خلاص بارفوكس عقيدة صلاة بارفوكس ماشي فيقول لك انه هذا النوع من المستخدمين رح ينحرم من المحتوى الرقمي هذا اللي هو خاضع للDRM تمام فبدل اني ما احرم المستخدم كونه يعرف اساسا وش دير ام ابا نزل دعم للDRM بحيث انه مستخدم يقدر يوصل لمحتوى هذا ونزعجت ناس كثيرة بسبب انه موزلة دعمت هذه الفكرة بزعم المستخدمين الكثيرين ضد الفكرة هذه انه موزلة لو انه قالت لا انا ما راح نزل دير ام الDRM راح يوقف الDRM راح يمشي لانه يخدم مصلحة ناس عنده فلوس موزلة غير ربحية تمام شخصيا ما راح استخدم الا موزلة فارفوكس اوكي وهذه راح تزعج اللي هم تعصبين اللي جهة حرر حيث انه بيقول لك لا يا حبيبي اذا انت ما عجبك موضوع الفايرفوكس راح نزل متصفح ثاني في متصفح ثاني اسمه ما عجبني صراح انا ما عجبني الا فايرفوكس لا تجيب لي فايرفوكس ولا ايس ويزل طبعا نكلم زباد البيل مون هذا ما راح يكون فيه دعم للاي ام اي فام كنت استخدم البيل مون تمام فيه متصفحات كثيرة بتطلع بعدين انا عارف كل واحد يقول لك انا بطل انا ما ادعم الاي ام اي ثم بالنهاية استخدم يوم للايام يستخدم البيل مون هذا ثم يدخل على موقع مضطر انه يشاهد هذا المحتوى ثم يلقى نفسه ما يقدر يشاهده ثم يركب فايرفوكس يقول انا ما اركب فايرفوكس تمام هذه خلاصة الموضوع تمام انتهى تقريبا حلقة اليوم اختصار ديلرم عبارة عن شي وصخ مو بزين تمام راح يقيد حريتنا ولكن انه راح يخدم ناس كثيرة الناس هذي عنده فلوس الناس هذي فرضت قوة غصب علينا تمام بسبب الفلوس تمام لان راح تخدم المنشآت حقه الافلام والكتب والمطابع والناس هذي راح نتخدمهم بشكل كبير وهم هيدفعون الفلوس تمام هيدفعون الفلوس يا خلاص احنا كلنا نتبه احنا عايشين بعالم اقولكم شي انا اطلع الدخالة على السياسة شوك ان شاء الله في درسنا قادم في امان الله